أسيا والمحيط الهادي أولوية جديدة للولايات المتحدة الأمريكية الدليل على ذلك هو زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى الصين ودول المنطقة زيارة ستدوم 11 يوماً وزيرة الخارجية توضح قائلة في هذا التصريح الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخذ موقفاً بشأن الأراضي والمناطق الإقليمية المتنزع عليها لأننا مقتنعون أن دول المنطقة تعمل بشكل تعاوني ودون إكراها دون تهديد وتخويف وإرهاب وبالتأكيد دون استخدام القوة بهذا ترسل كلينتون تحذيراً واضحاً لبيكين التي لا تخفي طموحها في بحر الصين الجنوبية لقد فهمنا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تتبنى أي موقف بشأن بحر الصين الجنوبية نتمنى أن تفي بوعودها وأن تبذل المزيد من الجهد من أجل السلام والاستقرار في المنطقة ليس الحكس وتستولي الصين في بحر الصين الجنوبي على العديد من الجزر منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية من بينها جزر البارسالة التي تطالب بها أيضاً الفيتنام بيكين تسيطر أيضاً على جزر سبارتليس والسكاربرو المتنزع عنها مع باقي دول هذه المنطقة الاستوائية جزر تعتبر مهمة جداً لأنها تحتوي على احتياطات كبيرة من النفط والغاز فضلاً عن ثروات سمكية هائلة وفي شهر آب أغسطس تصاعدت حدة التوتر بين الصين واليابان على مجموعة جزر تقع في بحر الصين الشرقية جزر تسميها بيكين سانكاكو وتسميها توكيو ديايو لكن بين واشنطن والصين أيضاً توجد اختلافات عدة لا سيما في قطاع التجارة القطاع الاقتصادي الأمريكي يعاني من الأزمة المالية فالعجز التجاري بلغ 145 مليون دولار في النصف الأول من عام 2012 أي حوالي نصف قيمة العجز المسجل في عام 2011 في حقيقة الأمر يتنفس الاثنان وكل طرف يتهم الآخر بتجويه تجارة الثاني فالصين مثلاً تتهم أمريكا بإقامة حواجز تجارية على بعض منتجاتها لذلك عدة قضايا ترحت الآن أمام منظمة التجارة العالمية